يعني الشوت الأولاني النادي الأهلي كان مستحوث تماما. النادي المقاولين كان كل همه يحتفظ بالنتيجة سلبية. وعلى استحياء أن جاءت له كلها ضربة سبتة أو كده هجمة مرتدة اللي ما حصلش. باستثناء كولة فاروق اللي كان فيها تسلل. لما النادي الأهلي عمل تغييراته الشوت التاني. وقلنا أنه كان بيلعبه ثلاثة وراء أيمن وحمدي وبدر. ممكن جدا بتنجح في أوقات كتيرة. لكن النهاردة هو أصلا ما قولين كان بيدافع بكسافة عددية. فهما الثلاثة كانوا وقفين. ففعلا قلنا ينزل أحمد عبدالقادر أو حسين الشحات أو الاثنين مع بعض. وتزود الكسافة العددية وتقلل واحد من المدافعين. وده اللي حصل فعلا في الديئة ستين أو اتنين وستين من مستر المسيماني. لما طلع أيمن أشرف ونزل أحمد عبدالقادر. وابتدت تلعب بجبهتين كويسين. في جبهة فيها أحمد عبدالقادر ومعلول والناحية التانية فيها بيرسي تاو ثم أحسين الشحات. وأكرم طبعا مع بعالي معلول وهنا أكرم وبيرسي ثم أحسين الشحات. فالجبهتين بتدوا يشتغلوا كويس. وقبل ما أحسين كمان ينزل جيل هدف على طول سريعا بعد ما أحمد عبدالقادر نزل. وابتدت النزعة بقى اللي هو إيه خلاص أنا خسرت. يعني المقولين خلاص دخل في مرحلة ديها ستة وستين أنا خسران خلاص. ابتدى يعمل بعض التغييرات. ابتدى يطلع النستوزة اللي هو كان قافل ناحية معلول. بس احنا قلنا أنه من كتر الجري اللي بيرجعه. مش هيقدر طوال التسعين ديئة يكمل من تحت الفوق. فهو استغنى عنه مش استغنى عنه استغنى عنه في المكان. وحطوا رأس حربة ونزل الحسيني ومجلي واحد في نص الملعب واحد قدام. على أساس أنه بتدأ عايز يزود نازع الهجومية. آه يزود نازع الهجومية سمى محمد طلعت. فاتفتحت مساحات بقى كبيرة جدا. كابتن عمد بالتغيير دوت قسم الفرق نصية. آيه مظبوط. يعني هو لو النادي الأهلي كان استغل المساحات ديت كان ممكن يجيب الثاني والثلاث والرابع. لكن لدرجة أن احنا مثلا في حاجات أنا مش عارف إذا كان دي بتاعة الكابتن عمد النحاس. ولا بتاعة اللعيب من نفسه في الملعب. يعني فيه لقطة من لقطات يا ريت يجبوه لنا بعد كده. فاروقا سايب الوراء خالص وبيلعب في نص ملعب النادي الأهلي. أيوه. سايبت في نص ملعب النادي الأهلي. أنا بقول لك خلاص ديئة 66 يعني ناقص 25 ديئة أو أقل 25 ديئة تقريبا على نهاية المباراة. فخلاص أنا خسران واحد ابتدت فيه مساحات كبيرة جدا. حاجتين أنت كنت بتستغل المساحات ولكن ما استغلتش الفرص أو حصل في بعضها سوق توفيق. يعني فيها حاجات فيها رعونة وفيها حاجات كان فيها سوق توفيق. يعني فيها حاجات اتعاملت كويس. يعني في واحدة شطت من حسين الشحات كويس ضربت في القائم ورجعت ما كانش فيه متابعة. في واحدة اتعاملت حلوة قوي من معلول لأفشال تحت وحطها ببطن رجله جات جنب القائم. أكتر من فرصة. والشريف يعني كان فيه تنوع النهاردة. كان فيه تنوع. صحيح. في بعضها كان زي ما بقولك فيه عدم توفيق شوية. وفيه بعضها كان فيه رعونة واستعجال أنك تجيب الجوني الثاني. لكن النادي الآلي كان مسيطر تماما. الشعوط الثاني زي ما قلت لك طبيعة الحالي أن أنا خسران المؤولين ابتدى يعني يوصل لنقطة جزاء النادي الآلي شوية عن الشعوط الأولاني. ولكن بدور الخطورة حقيقية. يمكن بس فيه كورة بتاعتنا الشيناوي اللي شالها كويس. الشيناوي طبعا شال كورة حلوة قوي. صحيح. وكمان فيه واحدة تعاملت من وراء الدفينس وطلع خدمنا على الثمانتاشر. رغم ظهور الشيناوي في فترات قليلة في اللقاء. لكنه فيه موقفين عملهم كويس. لكن بإجمالا نادي الآلي رغم أن الماتش الشوتي الثاني رايح جاي. لكن فرص الأهل كتيرة جدا وكانت ممكن نتيجة تبقى أكتر من كده.